المستعملة الرومانية ملايقا عن 200 ألف من الإعاقبة اللي بيسمون السوريان الأرددوكسليوم 200 ألف نعم قتلوا بسبب أنهم لم يدخلوا في المذهب الذي اختارته بزنطة هذا كان في مصر والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى المسلمين بأقباط مصر قال فإن لهم ذمة ورحمة ما قال لهم اجبروا أقباط مصر على الدخول في الإسلام أو اضربوا فئة بفئة أخرى فتحت مصر مرة أخرى أقول للإخوة يا أخوانا الفتح الإسلامي في مصر لم يكن غزوا لمصر وإنما كانت تطهيرا لمصر من الاستعمار الذي رانى عليها وهي كما تفضلتم يعني هي بلاد كانت قد عرفت العروبة وعرفت الديانات التوحيدية منذ سيدنا إبراهيم هذه الأرض العربية عموما عرفت التوحيد يعني على كل سيدنا يوسف كان قبل سيدنا كان قبل الفراعين قبل سيدنا موسى سيدنا يوسف وكانت قصته ومقامه في مصر يعني مصر احتضنت الحقيقة الدينية لا أقول ديانات الحقيقة الدينية أيما احتضان حتى في بعض عهودهم الفراعين عرفوا التوحيد الفراعين طبعا يعني أصابتهم عدوى التوحيد لكن المشكلة أنه يعني طوات فيهم امتصوا هذه المظاهر الدينية وهذا البريق امتصوه فلم يتح لهم أن يقولوا أن حرية هؤلاء الناس كانت موجودة لسجل التاريخ مورا كثيرة لم يتح له أن يسجلها المهم كيف كان موقف المصريين من الفتح الإسلامي أكان موقفهم موقف من يستقبل مستعمرا ما هذا الله لم يجبر أي من هؤلاء الأقباط على الدخول في الإسلام وبقوا كما هنا وكان القانون الساري يعامل الأقباط تماما كما يعامل المسلمين القصة تعرفونها صحيح قصة ذلك الشاب القبطي الذي اختلف ابن عمر بن العاص أي نعم لأنه ابن عمر بن العاص ضربوا في عصا وقال لأخذها وابن الأكرمين نعم متى استعبدتوا بالناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا أعطى سيدنا عمر عصاه لذلك الشاب القبطي وقال اضرب به ابن الأكرمين ضرب ثم قال له مر بها على صلعة عمر بن العاص لأنه هو السبب فإذا هذه هي صورة ثانية وألا أقول لك يا سيدي كل صور الفتح الإسلامي في البلاد التي وصل إليها المد الإسلامي نموزج لهذا الذي أقوله لسيادتك كله نعم في الفتح الإسلامي الذي تم ببلاد فارس نعم لم يكن عبارة عن إجبار لدخول الدين أبدا وإنما كان عبارة بقيت كثير من الأقوام على دياناته بقوا نعم وحتى هذه اللحظة يعني بالتمام بعضهم بقي على دينه الذي عرفه وبعض هذه الديانات يعني فيها مقاربات ما مع الديانات السماوية وفيها ما هو متباعد جدا إلا أنه احترمت عقائدهم منذ الفتح الإسلامي وحتى هذه اللحظة بعد أن استقر الفتح الإسلامي وتشكلت هذه الدول التي نعمت بعدالة الإسلام ونعمت بهذه الرؤية الإنسانية الخالصة التي تجمع الإنسان بأخيه الإنسان في ظل دولة الإسلام كيف كانت علاقة الإسلام والمسلمين مع أهل الكتاب عموما ومع سواهم طبعا إذا كانت علاقة المسلمين بأهل الكتاب أثناء الفتح ما يسميه البعض بالغزو كما قد ذكرت فعند الاستقرار وعند زوال شبح الحرب ما إلى ذلك وعند ما يخيم السلم ويعيش الناس في ظله تكون هذه الحقيقة أجلة كيف سبيل التعامل إنما كان عائدا إلى القانون الذي نقرأه في كتاب الله عز وجل والذي رسخه وشرعه وفصله لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني دولة الإسلامية في بلاد الشام في مصر في الأندلس يعني هذان أنموذجان واضحان جدا للعلاقة يا سيدي ضعف في بلاد الأندلس أيضا القانون الذي نعم يطبق وتطبق من خلاله العدالة الشريعة الإسلامية الشريعة الإسلامية كانت تقضي بأن لا يفتن نصراني عن نصرانيته ولا يهودي عن يهوديته قانونات هؤلاء الذين يسمعون أهل الكتاب لهم ما لنا وعليهم ما علينا طيب الدولة الإسلامية بحاجة إلى أموال تأخذه لتعود به إلى المهتاجين تأخذه من جيوب الأغنياء لتعود به إلى المهتاجين طيب أما المسلمون فهناك بند ديني يخضعهم لما يسمى الزكاة لكن هل يجوز لنا أن نخضعهم لقرار ديني لا يؤمنون به لا يجوز لنا إن فعلنا ذلك نكون قد ظلمناهم ومن ثم فإن شريعة الإسلامية يعني سنت قانونا آخر يضمن العدالة التامة في التعامل ما بين المسلمين وأهل الكتاب وهو أن يؤخذ منهم بدل الزكاة أقل من الزكاة لكن تحت ما سمي بالجزية شوف هذا لسأت أتحدث عنها دعاك من هذه الإسم الآن نتحدث عن المسمى ثم أذكر لك الإسم هذه الضريبة أو هذه الرسوم بقطع نظر عن الإسم تأخذ حسب حالة الأسرة الأغنياء أغنى الأغنياء لا يصل المبلغ الذي يأخذ منهم من دين ونص اللي هو الزكاة أبدا ثم إذا كانت هذه الأسرة فقيرة لا يأخذ منهم شيء ما اسمه هذه ضريبة الشريعة الإسلامية لا تتعامل مع المصطلحات نهائيا تتعامل مع المعنى يهود نصرى نجران جاءوا قالوا هم كانوا طبعا داخلين باختيارهم في الدولة الإسلامية وكانوا يستضلونها بظل الدولة الإسلامية قالوا نحن نرى أن ندفع نفس المبلغ الذي يدفعه المسلمون يعني أكثر الزكاة لكن ما نرى أن تسمى جزيه قال طيب هل يعني توافقون على تسميتها زكاة أو صدقة قالوا نرى ذلك فقال إنما يمنعنا من ذلك أننا لا نريد أن نجركم إلى شيء لا يكلف به إلا المسلمون قالوا لا 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 ممنعنا ومن ثم فكانت الرسوم التي أو الضريبة التي تأخذ منهم والتي تعود إلى ما هو حق الدولة يعني نعم طيب كي يعود إلى صدقة الآن لستميها ضريبة لا يسميها ما تشاء هذه الضريبة أو هذا المال الذي كان يأخذ منهم لم يكن يوضع في ميزانية الدولة وإنما كان يعود إلى الفقراء فقراء أهل الكتاب نعم وكثيرون هم الذين كانوا ينالون حظة من ميزانية الدولة الإسلامية بدون أن يدفعوا شيئا وكان النظام الاقتصادي صح التعبير هو نظام أشبه بالله مركزي يعني في أيامنا هذا يعني بأن هذه الولايات الإسلامية لنقول كانت كل ولاية تكفي ذاتها إلى حد كبير وما يفيد عنها يمكن أن يذهب إلى بيت مال المسلمين ليكون أيضا خيرا عميما على الأمة جمعا بمسلميها وغير مسلميها بل هذا تنص عليه الوثيقة التي ذكرتها لك يعني الوثيقة تنص على أن نفقة اليهود خاصة بهم ونفقة المسلمين خاصة بهم يعني ميزانية اليهود لهم ميزانية المسلمين ما كانت تخلط ميزانية بأخرها لكن عندما يأتي عدو للمدينة كلها فعندئذ يجب أن يهب الجميع وأن ينفقوا على ردع هذا العدو من الميزانية العامة هذا موجود في المسلمين يعني هذا يدلل في الجانب الاقتصادي لنقول يعني على رؤية اقتصادية بمنتهى يعني نعم العدالة وهي رؤية استباقية يعني حتى هذه اللحظة بعد كل هذا التطور الذي طرأ على علوم الاقتصاد وغيره من العلوم يعني لم نجد نظاما اقتصاديا استطاع أن يحقق العدالة الاجتماعية العدالة الإنسانية وأيضا أن يحقق حالة النماء وحالة الازدهار كما فعل الإسلام عندما أدرك وأكد على خصوصية هذه المكونات التي تجمع الناس في وطن واحد في ميدان واحد في حياة واحدة عليهم أن يؤسسوا للتأخي لدينا أنموذجان أنموذج في بلاد الشام بعد أن استقر الحال في بلاد الشام للفتح الإسلامي وأنموذج في مصر ولنقول في وادي النيل حيث أيضا عبر الإسلام من خلال مصر إلى بعض الأسقاع في أفريقيا إلى أفريقيا دخل إلى بعض الأسقاع العميقة في أفريقيا التي كانت في ذلك الوقت هي نوع من المجاهيل بالنسبة لكثير من الحضارات الإنسانية وكانت لها أحيانا طقوسها التي كانت بعيدة كل البعد عن هذه الرؤى التي عرفتها شبه جزيرة العرب وبلاد العرب بشكل عام والتي كانت مهيئة لاستقبال الديانات السماوية على العموم واستقبال هذه رسالة السماوية التي ختمت هذه الديانات والتي هي الإسلام هذه النماذج نقول نماذج أيضا تدلل على عمق وعدالة العلاقة ما بين الإسلام والمسلمين وما بين أهل الكتاب في بلاد الشام وفي بلاد نصر أنا قبل أن أجيب عن هذا السؤال أريد أن أعود إلى كلمة الجزي مرة أخرى يعني أريد من إخوانينا المشاهدين على اختلافهم أن يعلموا أن شريعة الإسلامية لا تتعامل مع المصطلحات اللوظية أبدا وأنا أعجب وآثب أنه رجل مثل إدمون رباط يدافع عن معنى الزم وما رسخته الشريعة الإسلامية في علاقة ما بين المسلمين وأهل الكتاب ويدرك أن كلمة الجزي لا معنى لها وإنما المضبون هو الضريبة التي ينبغي أن تكون موجودة ما بين المواطن والدولة تفاعليا فضيلة الشيخ هذا ينبغي أن ندركه أنتم تحاولون أن تبعدوا هذه الكلمة عن بعض المؤديات التي ذهبت إليها وهذه المؤديات ليست فيها في الأصل الجزاء في الخير والجزاء أحيانا في العقاب والجزية هنا هي من الجزاء وبالتالي جزاء الدولة أو حق الدولة أو هي ليست عقابية ليست مأخوذة عنوة وإنما هي حق الدولة يعني لو أنني على هذه الفئة من مواطنيها يعني لو طلب مني أن أصوخ دستورا فيما يتعلق بهذه المسألة لا أبعد كلمة الجزي أبعد كلمة الجزي ولو وضعت أي مصطلح يتماشى مع الوضع الحالي مع المصطلحات الحالية يعني العبرة بالمضمون وليس العبرة بالمضمون صحيح عمومية هذا المبدأ الذي ذكرناه الآن يعني ليست المسألة عبارة عن أنه والله توفيق حالف سيدنا عمر في فتح الشام وفي فتح مصر لكن لم يحالف الآخرين في فتح أبدا لماذا؟ لأنه الرائد هو الإسلام وليس الرائد هو شخص يعني الفتوحات الإسلامية وصلت إلى أفريقيا أفريقية تجاوزت إلى تونس ثم تجاوزت إلى الأندلس واضح هذا الكلام صحيح نعم وطبعا هناك أبطال دخلوا وفعلوا موسى بن النصير واحد منهم نعم عقبة بن نافع قبله نعم أيها سيدي عندما دعوة الإسلامية انتشرت إلى تلك البقاء انتشرت بالسلم ولم تكن هناك صورة أو خطة ترمي إلى أن يباغتوا الناس في أوروبا أو في أفريقيا بقتال لكن كانوا ينشرون وينثرون الأشخاص الداعين للتعريب بالإسلام هناك من كانوا يهبون لمقاتلة هؤلاء الناس فمثلا في إثمانيا في الأندلس كان في الشعب اسمه القوت وكان عليهم ملك اسمه رودريك هذا الرجل يعني من الفساد ومن السوء ومن الظلم بهيث يعني لو كان هناك من يعني يضع جائزة لأشد الناس فتكا وظلما وإفسادا لكان هذا أولى الناس بأننا هذه الجائزة طيب رأسا اتجهوا إلى هؤلاء الدعاة الإسلاميين نعم جنود موسى بن النصير وغيره كتا هؤلاء رودريك هذا الملك اللي هو من القوت كان شعبه عبارة عن نصارى ويهود واليهود كانوا كثرة وكان اليهود مسحوقين وكانوا يعانون منبثين كانوا يعانون من بلاء الشديد فكانوا يجبرون على أن ينصروا دخل تسعين ألف واحد منهم في النصرانية قسرا وكان يأخذ أولادهم يستلبون ليربوا تربية النصرانية وما إلى ذلك طيب شاء الله عز وجل أن ينتصر الإسلام في تلك البقعة كيف انتصروا الإسلام البربر كان هناك البربر البربر دخلوا الإسلام وكان عبد الرحمن الداخل من البربر له خؤولي هناك فدخلوا في الإسلام فكانوا أصبعوا جنودا للمسلمين آنذاك من البربر من حيث الخؤولة من حيث الخؤولة بالضبط لأنه أموي عندما انتصر الإسلام وقامت دولة الإسلام في قرطبة سألني كيف أصبح حال اليهود تحولوا من حالة النقيض إلى النقيض انتعشوا وشعروا بالحرية لأعلى درجاتها أحرار في ديانتهم حقوقهم المالية المعيشية تماما حقوقهم الثقافية نعم كانوا يدخلون الجامعات في قرطبة وانشئت عدة جامعات إسلامية مشافي نعم وانشه نعلم أنه هناك فئة كانت منبوذة كانت مسحوقة ثم انها انتشلت من تحت الأنقاض لتصبح من أشد الناس تملكا لحرية مثل هؤلاء اليهود على يد الدولة الإسلامية وانظر اليهود يعرفون هذه الحقيقة ويعرفون موقف المسلمين منهم انظر إلى اللؤم كيف يعبر عن نفسه في حياة هؤلاء الناس نعم طيب على العموم ليسوا جميعا فضيلة الشيخ فنحن نعرف من يهود العالم الكثيرين من يرفضون حتى كامل لهذا الكيان الذي وجد على هذه الأرض إحلالا واستيطانا واستبدالا أكيد أنا أتحدث عن هؤلاء الذين نعم يمارسون ما تعلم إذن هذه صورة حقيقية عامة شاملة في كل مكان وصل إليه الإسلام فيما يتعلق بموقف المسلمين من أهل الكتاب وأنا أريد أن أقول يعني أنا لا آني أبدا المانا الذي يسود الآن في أوروبا يعني العتون غير الأوروبين بالأقلية كلمة الأقلية لا يعرفها القابوس الإسلامي سيدي نهائيا نعم لن تجد في شريعة الإسلامية في فقهها نهائيا استعمالا لهذه الكلمة فأهل الكتاب قلوا أو كثروا هم مواطنون من الدرجة الأولى وليسوا من الدرجة الثانية يعني لا الديانة تدنيهم أو تنزلوا بهم عن المستوى الأول ولا لغتهم ولا أشكالهم ولا ألوانهم نهائيا هذه حقيقة ثابتة في قرآننا في قرآننا نعم فإذن هذه الحقيقة هذه المساواة الإسلامية هذه المساواة الإسلامية بين البشر جميعا لا فضل لعربيا على أعجميا إلا بالتقوى نعم يعني ميزان التفاضل الوحيد هو التقوى والتقوى تعني كل ما تعني هذا عند الله هنا يمكنه هذا شوف شلون إذن لكان إذا واحد ممتقي ما كانت منخفضة يوم القيامة أما في دار الدنيا نحن نضع الناس جميعا سواسية في ميزان العدالة الشرعية أهل الكتاب مثل المسلمين لكن إذا ارتكب واحد منهم جنحتان يعاقب العقاب المنصوص عليه في ميزان الشريعة الإسلامية جريمة كذلك مع العلم بأن غير المسلمين لا يعاقبون بالعقوبات الخاصة بالإسلام لا يعاقبون الخمرة نعم في إلهاء عقوبة الشريعة الإسلامية لكن أبدا لا يجوز أن نعاقب أهل الكتاب بشيء من ذلك لماذا؟ لأننا نحترم ما يدينون به لو أن الرجل من أهل الكتاب ماشي يحمل زجاجة خمرة نعم وأراد واحد من أول المسلمين الحمص اليوم نعم أراد أن يأخذ هذه الزجاجة ويحطمها أرضا يجب عليه أن يضمنها يضمنها نعم وينبغي أن يدفع له قيمته أبالغة ما بلغه فضيلة الشيخ يعني بالطبع يعني من خلال كل ما تفضلتم به ويمكن أن تكون هناك شواهد الكثيرة في هذا الميدان التي تدلل على هذه العلاقة التي كانت في أوجي إنسانيتها وفي أوجي تسامحها وفي أوجي اكتمالها التعايشي الجميل والنبيل ما بين الإسلام ومن بين أهل الديانات الأخرى الكتاب لنقول هناك مسألة لا تقل عن هذه أهمية ولعلها في هذا العصر تفرد نفسها على حوار كهذا لكي تكون هناك بعض الرؤى التي يمكن أن تستنبط في طرائق التعامل في هذا الشأن وهي ما يتعلق ب أعداد كبيرة من الناس لم تعد لا من هذا الدين ولا من ذاك الدين هناك بشر في الأصل لم يكونوا منضوين تحت هذه الديانات السماوية لهم دياناتهم وهناك بشر ما عرفوا حتى الديانات يعني في عالمنا هذا العالم الفسيح هناك ألوان من البشر شتى وهناك بعض الثقافات الجديدة التي تشكلت في العصور الحديثة يعني سألت مرة صديقا قادما من الصين عن الديانات الموجودة في الصين فعدت لي مجموعة الديانات قلت لهم يعني ما هي الديانة الأغلب قال لي الأغلب هناك هو حادث اللا دينيون سألته عن أخلاقهم فقالوا في العمل فقال لي في العمل وفي الالتزام وفي المعاملة الآخرين أخلاقهم جيدة يعني لا غبار على أخلاقهم إلا أنهم ممن تأثر بما سمي الثورة الثقافية التي جرت في الصين على سبيل المثال يعني نقول هناك بشر كثيرون الآن ينضوون تحت عنوين شتى منها العلمانيون لنقول وأنا وحد ممن لا يرغبون بالذهاب لأن مفهوم العلمانية هو مفهوم مناقض للدينية هناك مفهوم يطلق على البعض يسمون من خلاله بالله دينيين لنقول ما هو حقهم في المجتمع الإسلامي ما هو موقف الإسلامي من هؤلاء هذه مسألة في غاية الأهمية في هذا العصر هي في غاية الأهمية بسبب الواقع الذي يفرض هذه الأهمية التي تتفضل عنها لكنها ليست ذات أهمية أبدا فيما يتعلق بقرار الشريعة الإسلامية الشريعة الإسلامية لا تعاقب ولا تؤخذ أي إنسان لم تبلغه حقائق دعوة الإسلامية أو بلغته ولم يتأتى له أن يتعرف عليها نعم وهذا معنى قول الله في القرآن وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله نعم وفي هذا الكلام يتكرر في القرآن بأساليب أخرى فالناس الذين لم يتع لهم أن يعلموا شيئا ربما عن الرسل والأنبياء كلهم ومن ثم لم يتع لهم أن يعرفوا شيئا عن الإسلام هؤلاء ناجون يوم القيام ولا يؤخذهم الله عز وجل إلا على ما فعلوا من خير أو شر نعم يعني لا يؤخذهم الله تماما يعني أقصد أن لا ديني التي يعانون منها لا تجرهم إلى عقاب ومن ثم أعمالهم الخيرة طبعا ما دام من الذي يعني تزهق أعماله الخيرة الذي عرف الإسلام ثم استكبر عليه ما من أقول يعني ما عرفه استكبر عليه وكان من مصداق قول الله وجهدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا الباري عز وجل يقول عنهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا هذا هو الجهد هذا الجهد أما والجهود في الإسلام من أكبر الكبائر ويقال لهذا الإنسان وفي العلاقات الإنسانية الجهود كبيرة مهيك فإذن لكن الناس الآن في مجال الأفريقية الناس الآن في أقاصي أمريكا ما يعرفوا شو هذا الإسلام ولكذا إلى آخره والإسلام دين العدالة وربنا عز وجل يأمرنا بالعدل نعم لا يجري منكم شنان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أخرج للتقوى بل إن الله عز وجل يتوج عدالته بالرحمة فهؤلاء الناس نعم العدالة الله تقتضي أن يسامعهم فما بالك بالرحمة نعم لا هذا لا إشكال فيه لكن تحدثت عن العلمانية هذا الموضوع آخر طبعا نعم يعني هو مصطلح لا شك يعني له دلالات قد تكون هذه الدلالات أحيانا واضحة وقد تنزح أحيانا قليلا أو كثيرا لكن يعني هو مشتق من العلم لنقول لكنه ذهب باتجاه يعني أبعاد سياسية وأبعاد اجتماعية وأبعاد اقتصادية يعني ذهب هذا المصطلح باتجاه نمط من أنواط المفاهيم التشكل للمجتمعات الإنسانية الحليفة يعني أنا لي ما أقول لي رأيي يعني بماني هذا داخل اختصاصي أنا أقول لكن الناس محجوبون عن حقيقة ينبغي أن يعلمها بسبب شيوع هذا المصطلح في أوروبا نعم العلمانية والعلمانية في أصلا مش مأخوذة من العلمانية ترجمة الكلمة سيكولاريزم يعني الدنيويون الدنيويون الذين لا شأن لهم بالدين باختصار أنا أريد أن أقول أوروبا معذورة بل جنحت إلى ميزان العدالة عندما التجأت إلى العلمانية يعني الثورة الفرنسية لماذا قامت قامت ضد الكنيسة التي كانت تقف في وجه العلوم والمسائل نعم وهذا شيء معروف فاضطرت أوروبا إلى أن يعني تعقد الصلحة بين الكنيسة وبين العلمان من طريق ما يسمى العلمانية كانت محاكم التفتيش طاردوا العلماء وتحرقهم وكلما خرج عالمهم بنظرية علمية أو بابتكار جديد كانوا تمام يشعوذانه ويجعلانه ساحرا في حين يا سيدي الإسلام على النقيض من ذلك تماما يعني ربي يوم القيامة لا يقبل إسلامي إلا أنهضه أقمه على أدل علمي يقول ألم تقرأ قولي ولا تقف ما ليس لك به علم نعم إن السمع والبصل والفواد كل أولئك كان عنه مسؤولا القرآن فيه آيات كثيرة جلها تدعون إلى أن نبحث وهل يعني يوجد علم الفلك وعلم الرياضيات والطب وإذا ذلك في الجزيرة العربية إلا من خلال دعوة القرآن لذلك أنا ماذا أقول الآن الذين ينادون بالعلمانية يحاولون أن يفروا إليها من خطر الحرب الطائفية لكن هم مخطئون الواقع أننا في بلادنا الإسلامية إذا أعلن العلمانيين فتحنا باب الحرب الطائفية هذه حقيقة دقيقة لماذا؟ لأن الدولة عندما تطبق الإسلام كما هو في حقيقته كما هو في شريعة الله عز وجل فالدولة عندئذ تجعل من الإسلام صمام أمان يا سيدي ضد صمام أمان يحمل جميع تمام ما كنا عم نتكلم عن وقف الإسلام من ديانات أخرى ومن طوائفة لكن الدولة هي التي تشرف عندما دولة تقول والله أنا ما لي علاقة بالدين أنتم تصطفوا الباب ما شو حالكم دي أصبح هذا ميدان الاستراع في وقت ما على الأقل على الأقل في وقت ما وأصبح ممكن أن يكون ميدان الاستراع لما تكون الدولة ما لي علاقة بالدين طيب أنا كمسلم وما عندي ثقافة إسلامية بصير عند مني ردة فعل فكشو هدوا للنصارى كذا وكذا ليش ما منيجي من وقفهم والنصارى كمان نفس الكلام لماذا؟ لأن ثقافة الإسلامية لم ترقى إلى درجة توقفن عند هذا الحد كذلك الطرف الثاني كانت الدولة دولة إسلامية وأنا لا أقصد دولة إسلامية أن تطبق كل مبادئ الإسلامية ترجم الزاني وهو إلى آخر أقصد دولة إسلامية التي تلتزم جهد الاستطاعة بتنفيذ الشريعة الإسلامية وتقول ربنا لا تؤمن وتسعى خالصة النية في هذا الاتجاه لأن قدر الاستطاعة هذه المسألة قد تكون نسبيا لأن بالنهاية العمال بالنيات لكن لنا أن نتلمس من هذه العمال نتائجها ما دامت هذه سماحة إسلامنا وما دام إسلامنا العظيم هكذا تعامل مع أهل الكتاب في كل هذا التاريخ الطويل الذي جمعنا وإياهم أهلا وإخوة فما الذي يمكن أن نقوله الآن من كلمات طيبة في هذه اللحظات الزمنية الفارقة فضيلة الشيخ والله يعني يمكن أهم ما ينبغي أن نذكر به أنفسنا ونذكر به إخواننا البحث عن مشاعر الحب بين الجوانح بين جوانح من لديهم لا أقول حقيقة الإسلام الكل أو حقيقة الإسلام بل خمائر الإيمان بالله سبحانه وتعالى ينبغي أن نبحث بين جوانحين عن الفطر الإيماني الفطر الإيماني موجود ينبغي يا أخواننا أن نوقضها فإذا أيقظناها عرفنا مدى محبة الله عز وجل للإنسان الذي استشعر عبوديته لله وعرف وجود الله ووحدانيته ومن ثم عرف مدى محبة الله عز وجل إذ كرمه وكرمه بالعقل أولا وينبغي أن يعني نؤامل محبة الله لنا بمحبتنا له نبادله حبا بحب وكلما أحببنا الله سمونا وترفعنا نحن يا أخي الكريم الحقائق العلمية أذ ما بيناها ولجعنا إلى موازين الموضوعات والمنطق والبراهين العلمية لا تقدم ولا تؤخر لأن القرار العلمي مكانه العقل والعقل مصباح يضي ولكنه ليس وقودا يحرك الوقود هو الحب فضلت الشيخ إن شاء الله ستكون لنا محطات كثيرة نتداول من خلالها بمواضيع شتى ولكنها جميعا نصب إن شاء الله أن تصب في بوتقة واحدة هي بوتقة الخير للإنسان الخير للوطن الخير والمحبة والعدالة التي نرجوها جميعا إن شاء الله بارك الله بكم فضلت الشيخ الأستاذ الدكتور سعيد رمضان البوطي رئيس التحاد علماء الشام شكرا جزيلا لكم وكل المحبة لكم عزيزي المشاهدين على أمل لقاء جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جدا شكرا جزيلا لكم ترجمة نانسي قنقر